نتعلم الجيولوجيا صباح اليوم التالي للزلزال. هكذا يقول الفيلسوف الامريكي رالف والدو امرسون. وربما هذا ما حدث حقا بعد زلزال تركيا وسوريا المدمر. لكن بصيغة معدلة بعض الشيء. اذ يكفي ان تركب في احدى وسائل النقل العام. لتلتقي بستة خبراء زلازل على الاقل باستثناء الساق. حيث تتهاطر الاخبار والشائعات عن نظرية مؤامرة وسلاح سري بتكنولوجيا امريكية وربما فضائية تتسبب بالزلزال وصدوع في الارض وشقوق ستدمر الكوكب وبحار ستنشطر. واضواء مريبة في السماء وتسونامي لا يبقي ولا يذر. وبعيدا عن الشائعات والانباء غير الموثوقة. ان لجأت الى وسائل اعلام ذات مصداقية ستعاجل كأنباء عن تحرك القشرة الارضية سبعة فاصل ثلاثة امتار بفعل زلزال كهرمان مرعش وانزيح صفيحة الانادول التي تقع عليها تركيا ثلاثة امتار نحو الغرب. وتشكل صدع في افريقيا قد يشق القارة نصفين. مع تحرك شبه الجزيرة العربية باتجاه الشرق. ناهيك عن نبوءات عن زلازل اعظم واكثر شراسة تتربص بالمنطقة. وبالتزامن مع كل هذا خرجت دراسات جيولوجية حديثة عن اعماق كوكب الارض. استندت الى حركة الموجات الزلزالية الناشئة عن الزلازل الضخمة. لتؤكد وجود بنية مميزة واضحة المعالم داخل اللب الداخلي لكوكب الارض. وهي عبارة عن كرة صلبة مستعيرة من الحديد والنيكل قطرها الف وثلاثمائة وخمسون كيلو مترا. وبحسب العلماء فانه يمكن التفكير باللب الداخلي على انه كوكب داخل الكوكب. كونه كرة صلبة في حجم كوكب بلوتو تقريبا واصغر بقليل من القمر. وان تمكننا بطريقة ما من تفكيك الارض من خلال نزعي الشاحها واللب الخارجي السائل. سيبدو اللب الداخلي لامعا مثل النجم. وتقدر حرارته بنحو خمسة الاف وخمسمائة درجة مئوية الى ستة الاف درجة مئوية. وهي حرارة مماثلة لدرجة حرارة سطح الشمس. ولكن ما علاقة كل هذا بالزلزال الذي حدث? ولماذا عادت الانباء عن بيريكولا الذي حفره السوفيات قبل عشرات الاعوام? وثارت الانباء بانهم لما امعنوا بمحاولتهم اختراق الارض اطلقوا سراح الشيطان. تابعوا معنا هذا الفيديو لنصل معا الى اجابات عن كل هذه التساؤلات. بداية لابد من اضاح بنية الارض التي يبلغ قطرها حوالي اثنى عشر الفا وسبعمائة وخمسين كيلو مترا. اذ تتألف البنية الداخلية لكوكبنا من اربع طبقات. وهي عبارة عن قشرة صخرية من الخارج بسمك يتراوح بين ثلاثين الى سبعين كيلو متر. وتتكون من عشرين قطعة متداخلة فيما بينها تسمى الصفائح التكتونية. وجراء تحركها تتكون الصدوع. ومع اقترابها اكثر واحتكاكها تنشأ الزلازل. ومن بعض القشرة هناك غطاء صخري يسمى وشاح. بعده لب خارجي من الحمام ثم اللب الداخلي الصلب المعدني الذي تم اكتشافه في ثلاثينيات القرن الماضي وقياس قطره عند الفين واربعمائة واربعين كيلو مترا. واللافت ان هذا الكشف كان ايضا بالاستناد الى الموجات الزلزالية. واليوم بينما لا تزال الكارثة التي ضربت جنوبية تركيا وجمالية سوريا تلفت انتباه الخبراء حول العالم لتقييمها من ناحية علمية. خرج كثير منهم ليتحدثوا عن ان الزلزال الاخير تسبب في تحرك جانب من صفيحة الاناظون نحو ثلاثة امتار نحو الغرب. كما تحركت اجزاء اخرى من العالم مثل الجزيرة العربية مع انزياح في القشرة الارضية لاكثر من سبعة امتار. ورغم ان هذا كله غير مؤكد بدقة. الا انه ممكن بالفعل في الصفائح التكتونية. لان ذلك قد حدث من قبل. فخلال زلزال سان فرانسيسكو عام الف وتسعمائة وستة. تزحزحت منطقة الزلزال نحو ستة امتار. وفي تركيا نفسها تزحزح صدع الاناظور خلال زلزال ازميت عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين اكثر من مترين ونصف. واليوم يجب انتظار النتائج النهائية للزلزال لتحديد مدى الانزياح بعد الاطلاع على بيانات الاقمار الاصطناعية. مع بقاء حقيقة ان الاحتكاكين الكبيرين في فالق شمال الاناظول وفالق شرق الاناظول يجعلان احتمال حدوث زلازل كبيرة في المنطقة مرتفعا جدا بسبب مستويات الضغط المرتفعة بين الصفائح التكتونية. بئر كولا بوابة الشيطان. رغم مرور عقود على مشاريع تسابق من خلالها السوفيات والامريكان على تنفيذ مشاريع عملاقة لحفر الارض والوصول الى اعمق نقطة فيها. الا ان احاديث تتجدد اليوم عن دور ذلك السباق في كثرة الزلازل وانتشارها على امتداد الارض. حيث اعلنت امريكا في ستينية القرن الماضي عن مشروع موهولي. ليبدأ العلماء الحفرة تحت سطح البحر قبلة جزيرة جوادالوبي المكسيكية. ليصل الى عمق مائة وثلاثة وثمانين مترا قبل ان يتوقف المشروع بسبب نقص التمويل. فيما كان الاتحاد السوفياتي يطلق مشروعه لاستكشاف قشرة الارض وهو بئر كون لحفر اعمق حفرة داخل قشرة الارض في مدينة زابوليارني في الشمال الغربي من الاتحاد السوفياتي انذاك. وبحسب وثائق تعود لحقبة الاتحاد السوفياتي. فان الحفر بمشروع كولا بدأ في الرابع والعشرين من مايو عام الف وتسعمائة وسبعين مستهدفا خمسة عشر الف مترا تحت الارض. ثم توقف الحفر عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين عندما وصل عمق الحفر الى اثنى عشر الفا وستة وستين مترا. محطما بذلك الرقم القياسي العالمي لاعمق ثقب تم حفره في الارض على الاطلاق. وحينها توقف الحفر لمدة عام للاحتفال بالحدث. وجراء هذا التوقف والتباطئ في الحفر حدث انهيار للتربة حول الحفرة. ما تسبب في سقوط كمية كبيرة من التربة افقدت الحفرة خمسة الاف مترين من عمقها. ثم عاد الحفر في بيريكولا حتى وصل عمق الثقب الى اثنى عشر الفا ومئتين واثنين وستين مترا في عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين. قبل ان يتوقف الحفر لارتفاع درجة الحرارة اكثر بكثير من المتوقع. حيث بلغت حوالي مئة وثمانين درجة مئوية ما يعني الحاجة لمعدات مختلفة. وفي وقت كان علماء الاتحاد السوفيتي يدرسون التكاليف الجديدة لاستكمال الحفرة. توقف تمويل المشروع نهائيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي عام الفين وخمسة تم غلق المشروع رسميا وبيعات كل معدات الابحاث كخردة. وبعد مرور ثلاثة سنوات وتحديدا عام الفين وثمانية تم ردم الحفرة نهائيا. ورغم ان المشروع لم يصل للهدف المرسوم له. الا انه ادى لاكتشافات مهمة بينها العثور على مكامنة غنية بالذهب والالماس. مع تمكن العلماء من تقدير عمر كوكب الارض بمليار سنة ونصف. واكتشاف تربة في اعماق الارض تشابه تربة القمر. وبالتالي تم تقوية نظرية ان الارض والقمر كان جسما واحدا. اضافة الى اكتشاف كمية ضخمة من غاز الميثان في اعماق الارض. رغم انه كان الافتراض العلمي حينها انه لا يوجد هناك اي شيء حيوي. ما ادى لاعادة النظر في المنشأ البيولوجي للنفط والغاز. كما تم اكتشاف المياه المعدنية الساخنة في الحفرة. ما فند النظرية القائلة انه لا توجد مياه في المناطق الصخرية. وبالعودة للحديث عن الزلازل. فان العلماء ضحضوا منذ تلك الفترة وجود اي رابط بين الحفر وحدوث زلازل او كوارث ناتجة عن العبث بالقشرة الارضية. ولم تتوقف الشائعات حول بئر كولا عند تسببه بزلازل وكوارث. بل تعدتها الى روايات تحدثت على انه خلال عمليات الحفر انزل العلماء ميكروفونات شديدة الحساسية في الحفرة لسمع حركات طبقات الارض. ولكنهم ذهلوا بعد تسجيل اصوات غريبة وصراخ الملايين من الناس. والمزاعم حينها وصلت حد ادعاء مشاهدة اطياف شبحية من داخل الحفرة. وكأنهم تلقوا رسالة من عالم اخر. وقد تكفلت صحف فنلندية وسويدية حينها بنشر قصص وحكايات مخيفة ما فادها ان الروس اطلق سراح الشيطان من الجحيم. بينما تبقى الحقيقة ان علماء مشروع بئر كولا لم يؤكد او يبرهن على سماع تلك الاصوات او اشكال شبحية. حيث تشير اوراق المشروع المؤرشفة الى ان المشروع تعلق فقط باختراق قشرة الارض وسماع اصوات من الحفرة. هي في الحقيقة اصوات حركة طبقات الارض. قبل ان يتم وقف المشروع بالكامل وانهاء عمليات الحفرة. وانت بامكانك ان تشاركنا في التعليقات احدى الشائعات التي سمعتها سواء حول اسباب الزلازل الاخيرة او نظريات تتحدث عن كوارث مقبلة.